أنا وزني كامل وزني 75 كيلو أنا عندي سمنة أقول لي لا حاجة أعرف حنعمل معادلة صغيرة جداً كل واحد يجيب ورقة وقلم ويعمل هذه المعادلة أصنع حفظتوها وأنا قلتها أكثر من مرة في هذه الحلقات لكن حنقولها تاني عشان تعرف أنت إيه من عندي واحد طبيعي صح واحد زيادة في الوزن داني مرة اتنين واحد مصاب بالسمنة داني مرة ثلاثة واحد مصاب بالسمنة مفرطة داني مرة اربعة واحد عنده سمنة قاتلة داني مرة خمسة واضح يبقى لما يجي أتكلم على سمنة أتكلم على خمس أفراد واحد طبيعي ماشي الرقم كله بالأرقام كله بالأرقام مش هنقول إيه أبص له كده يا دين تدخين يا لا لا ما عندناش دي عندنا رقم عندي واحد طبيعي واحد عنده سمنة حنسميه الله نحفظه أوفر ويت ما هو السمين بس وزن زيادة أوفر ويت وعندي أبيز اللي هو سمين وعندي سيفير لأبيز يعني سمين قوي وعندي مربد أبيز يعني سمنا قاتلة يعني هو مهدد حياته مهدد بنحسب الحزب إزاي؟ بطريقة سهلة جدا جدا وزنك هو البسط يلا كل واحد يجيب ورقة ويحط معادلة البسط هو الوزن أنا وزني 75 كيلو يبقى البسط 75 والمقام طولي بالمتر مش بالسانتي أنا طولي 180 سانتي يبقى بالمتر واحد وثمانية من عشرة يبقى البسط وزني وهو 75 المقام واحد وثمانية من عشرة فواحد وثمانية من عشرة يبقى الطول بالمتر ومضروبا في نفسه حيطلع رقم الرقم ده لو حوله أقل من 25 بين 20 و 25 أنت نورمال أنت كل واحد يحسبها لنفسه عشان يعرف هو أي زيادة شوية دخلين على 30 يبقى أنت عندك سمنة 35 بقت سمنة مفرطة الربط على الأربعين أو عدية الأربعين أنت سمنة قاتلة أنا مش عايز حد يدعي من اللي وزنه زياد ما يتضايقش بس ياخد باله ياخد باله كويس جدا جدا قسمنا يا أخواننا مرض خطيئ بقعرف النس مين إزاي أقلقه هدوم مش عايزة لقى بحث ولا حبقاته معمل ولا يعمل أشعة ولا أي حاجة حقلقه هدومه ونيمه على سير الكشف أه أنت وزنة عادي بقعنا حوزنه بقعنا حشوف طوله بقعنا عمد له المعادلة المعادلة اسمها كتلة الجسم المعادلة اللي بقولها اسمها كتلة الجسم هل ممكن فيها خطأ؟ طبعا طبعا ده فيه ناس بتلعب رياضة عضلاتها قد كتب عضلاتها كبيرة جدا ويبان على أنه كلها عضلات ما عندهوش لهن خارج فده بلخبطنا لكن اللوح حساب الإنجليز زوده إنك تاخد محيط البط أجيب متر ومن عند السرة أشوف محيط البط عشان أقسم السمنة إلى أكتر النوع مش مهم نخص في هذه التفاصيل يبقى أنا عندي حاجة اسمها كتلة الجسم كتلة الجسم عبارة عن إيه؟ عبارة عن وزني بسط وطولي بالمتر مضروبا في نفسه مقام الرقم الكويس انزل تحت 20 21 22 طلعت أعلى من كده شوف نفسك أنت في أنت عندك سمنة ولا سمنة زيادة ولا سمنة قاتلة ولا مفرطة زي ما تسميها لا الربط الأربعين أو عديت الأربعين الرقم بيبقى ده مهم جدا 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 تشخيص السمنة لا عايز معمت ولا عايز أشعة ولا أزحاج عايز عين سليمة وإحنا وإحنا بنكشف بنحس بالأيان طبعا أن أنت وزنك زيادة في ناس بوردر لاين في المنطقة الرماضي أبقى مش عارف أستنى ما أوزنه يعني بعد ما أخلص الكشف عليه أوزنه وعمل له هذه الحزبة أقول له لأ أنت عندك سمنة أي نعم سمنة بسيطة لكن لازم تاخد بالك طب ما أسباب السمنة نوعين كبار جدا 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 سمنة اسمها سمنة بسيطة تقول لي مش فاهم بسيطة يعني لي لا يعني المعادلة دي طلعت رقم قويس أقول لك لأ سمنة بسيطة أنا حسمها لكو اسم تاني عشان يبقى ساتل سمنة مطبخ يعني هو تخد من المطبخ يبقى عكسها سمنة مش بسيطة سمنة بمرض يعني مثال اللي عنده كورتزون عالي سواء كان عنده ورم يطلع كورتزون في جسمه أو أنا مديله كورتزون مرض مهم جدا ياخد فيه كورتزون أبي عارف انه هيتخد بس دي مش سمنة بسيطة السمنة البسيطة من الأكل فول ستوب ما عندوش مرض يتخد فيه أمراض كتير جدا سبعة تمانية عندنا في الطب منهم عيوب خلقية بيطلع بيها الواحد تخين جدا وتلاقيه قصير وله منظر في الكلام وكده ففيه حاجات كتير تعمل سمنة هبوط الغدى الدرقية شوف الكورتزون لو عالي سبحانك الله بينما الغدى الدرقية لو وطيت تتخد ده لو عالي تتخن ودي لو وطيت فلازم الدكتور يبقى واعي جدا جدا أنا اللي قدامي ده سمنة بسيطة كلمة سمنة بسيطة يعني ما فيش سبب مرضي ما فيش حاجة وراها الغدى سليمة والكورتزون سليم وكذا كذا كذا كله سليم بقت اسمها سمنة بسيطة سيمبل سموها سيمبل أوبيستي لأنها مش معها مرض إنما التانية عايز علاق يعني افرض عنده واحد عنده ورم في الغدى الكذرية بيطلع كورتزون وتخن جدا لا أنا هعمله جراحة واشيل هذه الغدى وحسيبكوا فاصل اوقعوا تاكلوا فيه لحد ده ما جي تاني قبل الفاصل كنا بنقسم السمنة نوعين نوع بسيط اسمه سيمبل مش معناها إنه بسيط يعني الوزن مش كتير قوي لا هو يبقى 180 كيلو وبسيط ليه لأنه جاي مفيش مرض آخر مفيش غضة بايزة إنما ممكن يكون مش سمنة بسيطة سمنة نتيجة مرض مثل ارتفاع نسبة الكورتزون أو انخفاض الغدى اللي الدراقية لما ما تشغلش العين بيبتدي يتخن ملاحظة عجبتني جدا في أحد الأبحاث اللي معمولة واحد كانت بكلمة جميلة جدا جدا يقول لك قسمنا مرض الفقراء في البلاد الغنية ومرض الأغنياء في البلاد الفقيرة لاحظت دي كويس لقيتها صح لقيتها صح البلاد النامية البسيطة التخن فيها الأغنية البلد فقيرة لكن التخن هو الغني معه فلوس بياكل وبتع بره وكده البلاد الغنية الوعي فيها عالي جدا الوعي عالي جدا نادر جدا جدا إنه لقي واحد اوفر ويت إنه هو وزنه طيب فكل ما تحفظوها أن السمنة مرض الفقراء في البلاد الغنية ومرض الأغنياء في البلاد الفقيرة إحنا مين منهم ما نعرفش النقطة المهمة جدا جدا عشان نعالج بقى إحنا أتكلمنا مقدمة هل المشكلة في الأكل ترجمة نانسي قنقر